السلام عليكم مشاهدينا ان شاء الله تكونوا كلكم بخير شوفوا معي هيدا الوصفة وصفة رائعة لح نعمل هيدا التورتية ع طريقة التاكوس لح نحشيها بهيدا الحشوة نجاج والفطر والبصل عن جد وصفة كريمي ورائعة جدا تأكدوا انكم مشتركين بالقناة وانفعالين زر الجرس ليصلكم كل وصفاتنا الجاية وابدأ لكم انه المقادير لح تكون اسفل الفيديو عندي مقلية عن النار بدوضع بقلبها الزيت بس تحمى عندي عندي دجاج مقطع شوفتوا كيف بهيدا الطريقة زغرته مشان يساعدني على اللف وعنجاد بيطلع كتير طيب مكيب بنلقلبه شوي لهيدا الدجاج هلا بس ياخد عندي من فوق شوي عندي بصل مقطع بهذا الشكل وعندي توم وايضا اوريجانو هلا بنقلبهم شوي اللي يتشوحوا عندي اخدوا عندي شوية لون ضيف فوق فطر مقطع هيدا الفطر اللي هيدوب شوية كمان عندي شوية فلفل اسود طبعا بدنا نملح وبدنا نحرك هالمكونات لا يدبل عند الفطر وياخدوا كلهم على بعضهم رائحة شهية جدا هيدا التحمير البصل شي رائع صدقوني يعني شوفوا هيدا الاحمرار هيدا قصة كتير لح تطلع طيبة هلأ لعطيها رطوبة عندي كرامة الطبخ لح ضيفها ما بدي كتر كرامة نجمعنا على بعض شوفوا الروعة هلأ بدي خلي هيدا الكرامة كمان تتبخر عندي شوي لانه ما بدي كتير سائل بالخلطة هلأ بكفة صار لهون رشت بقدونس نحرك خليطنا صار جاهز دايما الشغل بده قهوة اللي بدقلكم اياه مشاهدين العزاء انه هيدا الخلطة اللي بقلب هيدا التورتيها ما انه خلطة مكسيكية يعني خلطة هيك حبيت اعمالها طيب كتير معروف ولكن في شوية زوايد جربوا لح يعجبكم كتير 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 شوفوا قديش هي جاهي مقلي او جرل على النار شوية زيت على الخفيف دهنا بالزيت بس لناخد لونه بأحمرار جميل خبز التورتيها هيدا تورتيها معمول من الطحين الامح عادة بيكون التورتيها اللي فيه تاكوز معمول من الطحين الذرة ولكن حسب المتوفر عندكم فيكن تشتغلوا فيه خبز اتورتيها هيدا الوصف بتلاقوها على يسار اتغطوا عليها عاملها بالمنزل رائعة جدا وايضا فيكن تلاقو الرابط تواعها اسفل الفيديو جاهزين لوضع هيدا الحشو الرائعة عفكرة فيكن تعملوها كسادية كمان تحطوا الحشو كلها بتغطوها من فوق بوحدة تانية بتصير كسادية لأيكم هيدا الحشو شو هي رائعة هيدا الحشو فيكن تسموها حشو فرنسية هلأ جبنة المتزاريلا انا مندخلها شوية جبنة تشادر سكر عليها ما شاء الله تاكوز على طريقتي ولا اطيب من هيك بسم الله شو هيدا خيال خيال شو رائعة شو ولا اشها من هيك عن جد حلو الواحد دايما يحط اشي جديدة ويعظم ضيوف عليها لح يبيض وجه طبعا عنا وصفة كسادية اللي هتلاقوها على يساري وايضا لحط لكم اياها اسفل الفيديو وعنا ايضا وصفة تاكوز اصلية باللحم طيب كتير كمان لحط لكم اياها اسفل الفيديو تمازج رائع مشاهدين العزاء رائع جدا اليوم مش لحندقل بالاكل كتير متمنى انه هيدا الوصفات عم بتنال اعجابكم شاركوها ما تنسوا الضغط على زر الجرس والاشتراك والاعجاب بهذه القناة لدعمة واللي بدألكم اياها انتظرونا بحلقات مقبلة وبشوفكم الفيديو الجاي